السلام عليكم مرحبا مجددا زملائي اليوم وبإذن الله سوف نقدم لكم شرح وحل اختبار في مادة اللغة العربية لسلامي ذا السنة الثانية متوسط عندنا اختبار الفصل الثالث النموذج رقم ثلاثة وقد نزل على القناة سابقة النموذجين يعني اختبارات اللغة العربية السنة الثانية متوسط الفصل الثالث لكل من يريد مشاهدة نموذجين سابقين روابط عن نموذجين سابقين سيكون في صندوق الوصف وقبل ان نبدأ الفيديو اصدقائي اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب الاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس تنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشرها على قناتنا التعليمية وبدون اطالة اصدقائي لنبدأ السند يمتاز العيد الجديد في تاريخنا الحديث بما لم نألفه في الاعياد الاخرى ففي كل الاعياد يقتصر الناس على تبادل الزيارات وانفاق الوقت في الحديث والسمر الا في عيد الشجرة عيد العملي والغرس عيد الجمال لم تكن بلادنا تحتفل بعيد الشجرة اذ لم تكن ارضنا بحاجة للغرس لان الاهمال والجمال حول الجنات الى سهوب بائرة فلا تكاد تجد شجرة مثمرة لقد رافق عيد الزيار الشجرة عصر نهضتنا وطغى عصر الانحطاط حتى لف الشجرة والزرع فكان الظلام وكان الجدب فاقفرت الارض وتبدلت غيرها حتى انفض ساكنها ومع انبثاق فجر النهضة العربية يلتفت العرب الى الشجرة فيجتمع في مثل هذا اليوم من كل عام الوف من الشيب والشباب ليرمز الى بناء حياة كريمة يخصبها الغرس والانتاج ويرعون الشجرة ويتعهدونها لتكون ريا وخيرا وفيرا عندنا الاسئلة الوضعية الجزئية الاولى واحد اقترع عنوان مناسب للسند رح نقترح عنوان مناسب للسند اذا ها واكي سند سعنا رح نقترح عنوان مناسب للسند مثلا عندنا العيد الجديد نقول مثلا العيد الجديد او عيد الشجرة اذا نقدر نقول عنوان هنا عيد الشجرة عيد العمل والغرس او عيد الشجرة هو عيد العمل والغرس ثانيا بما يمتاز عيد الشجرة أو لهو العيد الجديد عن باقي الأعياد الأخرى إذن هنا في الناس قال نقل أن يمتاز العيد الجديد في تاريخنا الحديث بما لم نألفه في الأعياد الأخرى في كل الأعياد يقتصر الناس على تبدل الزيارات أيضا على إنفاق الوقت إنفاق الوقت هنا في الحديث ولكن إلا في عيد الشجرة يعمل الناس ويغلسون يعني يسميناه قلنا في عيد الشجرة نعتبره عيد العمل والغرس أو عيد الجمال أما في الأعياد الأخرى يقتصر الناس على تبادل الزيارات وإنفاق الوقت في الحديث أكيد إذن ينتاز عيد الشجرة أو العيد الجديد عن باقي الأعياد الأخرى بأنه عيد يعمل فيه الناس ويغلسون ويتعبون أما في الأعياد الأخرى فيرتاحون ويستمتعون ثالثا كيف يحتفل العرب بعيد الشجرة إذن كيف يحتفل العرب بعيد الشجرة إذن يحتفل العرب بعيد الشجرة وهذا حين يجتمعون جميعهم أو يجتمعون جميعا لكي يرعوا الأشجار وهذا لكي تكون خيرا وفيرا وهذا من أجل بناء حياة كريمة الآن الإجابة يحتفل العرب بعيد الشجرة حيث يجتمعون جميعا لكي يرعوا الأشجار لتكون ريا خيرا وفيرا من أجل بناء حياة كريمة يخصبها الغرس والإنتاج رابعا عندنا نعطيه ضد الكلمتين تاليتين من السند لهما هدم والتقدم هدم والتقدم إذن عندنا ضد هدم هو بناء ها هيك عندنا بناء حياة كريمة ضد هدم هو بناء واحد يهدم واحد يبني التقدم التقدم ضده هو الإنحطاط عصر التقدم ضده عصر الإنحطاط إذن عندنا ضد كلمة هدم هو بناء نهدم حاجة بني حاجة وضد التقدم هو الإنحطاط الوضعية الجزئية الثانية قالنا اعرب ما تحته خط في السند إعلابا تامان إذن هنا الكلمة اللي عندنا اللي تحتها خط في النص لازم نعربها عندنا الحديثي ويرعون لاحظوا تاريخنا الحديثي تاريخنا الحديثي وأيضا يرعون يرعون إذن الإعلاب رح نعرب الكلمة اللي عندنا عندنا أولا الحديثي هو مضاف إليه مجرور وعلى ما تجره الكسرة الظاهرة على آخره مضاف إليه مجرور وعلى ما تجره الكسرة الظاهرة على آخره الآن يرعون هو فعل مضارع مرحبا الآن رح نكمل وجدول بما يناسب قالنا رافقة عملة اجتمع رمزة هذا وبما أعطاني هنا مجموعة من الكلمات وطلب مني أنه نصنفها عندنا فعل مجرد فعل مزيد حرف الزيادة وحرف تنبيه حرف زيادة وحرف تنبيه وفعل مزيد وفعل مجرد هذه الكلمات رح نصنفهم عندنا أولا رافقة هو عبارة عن فعل مزيد لأنه كنا نرجعوا هنا هو رافقة أنا أراه في الماضي مع هو لاحظوا على وزن فاعل لاحظوا هنا الأصلي أو الفعل مجرد يكون على وزن فاعل رافقة الآن عملة عملة هو عبارة عن فعل مجرد اجتمع اجتمع هو أيضا عبارة عن فعل مزيد ورمزة هو عبارة عن فعل مجرد عندنا الآن هذا هذا هو عبارة عن حرف تنبيه هذا وبما هو عبارة عن حرف زيادة الآن عندنا قد طلب مننا هنا في تعليمة أنه نسند الفعل راعة إلى الأمر يعني نحن نحوله إلى الأمر أكيد مع ضمير أنت نلاحظوا إسناد الفعل راعة إلى الأمر هنا قلنا راعة أنت راعة في الأمر يعني أمرناه أنت راعة ثالثا يوجد في العبارة التالية محسنا بديعي معنوية استخرجه وبين نوعها هنا المحسن البديعي المعنوي هنا هو الطباق نحظه محسن البديعي هو الطباق نقل جملة التالية قالنا لقد رافق عيد الزهار شجرة عسر نهضتنا وطغى عسر الانحطاط المحسن البديعي هنا هو الطباق لهو الزهار ضده انحطاط الازدهار ضده الانحطاط ونوعه وطباق إيجابا لاحظنا ما استعملنا أدواتنا في عنا ازدهار انحطاط الوضعية الإدماجية الآن السياق عن أنصر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل من طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة التعليم حرر فقرة تتحدث فيها عن أهمية الحفاظ على البيئة ودور الشجرة في المحافظة على جمال وتوازن البيئة موظف من مكتسباتك القبلية الوضعية الإدماجية الآن إن الشجرة هي أحد أشكال النباتات التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي تعيش على أرض اليابسة وتحتاج إلى الماء من أجل الاستمعار بالحياة وهي تدل على العيش الكريم وعلى الحياة السعيدة كما تتعدد الأشجار وتختلف فيما بينها إن للأشجار الأثر العميق والكبير الذي تتركه على البيئة فهي بمثابة المنق الطبيعي للهواء وهي تساعد على تلطيف الجو وترطيبه كما أن لها الدور المهم في فصل الشتاء إذ تعد أوراقها بمثابة مصدات للرياح خاصة إذا كانت هذه الأشجار تحيط بالمنزل أو تحيط المنزل فهي تحميه من قسوة الشتاء والهواء البارد وهي ذات أهمية وأثر لا حد لا هناك بعض الطرق الأخرى والمهمة التي تحافظ على وجود الأشجار وتكاثرها وهي منع الرعي الجائر والإفراط في رعي الماشية وتنقلها بين النباتات والأشجار إضافة إلى منع قطع الشجر وإقامة الحرائق من خلال توعية عامة توزع على المجتمع ككل أو من خلال توعية ورقة كسويرة نحط فيها نوعي فيها الناس على المجتمع ككل أي من خلال توعية عامة توزع على المجتمع ككل إن نشر الوعي بين أفراد من أجل المحافظة عن البيئة هي من أهم الخطوات اللازمة فذلك يؤدي إلى الحفاظ على التوازن البيئي من أي خلال وأيضا التقليل من الأضرار والأخطار التي يمكن أن تحدث وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم أشكركم أصدقائي على حسن الإصغاء والمتابعة وأتمنى أني كنت عند حسن ظنكم وبالنسبة لفقرة حكمة اليوم فحكمة اليوم تقول البعض يجلس في الظل الآن أحدهم كان قد زرع شجرة في وقت ما وأشكركم مجددا أصدقائي على حسن الإصغاء والمتابعة شكرا وبالتوفيق مع السلامة